لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ترى عندما نستمع إلى هذا الخطاب وهذه الخرجة وهذا الظهور تحس بأن هناك رسال أولا أقول لكم أن هذا ظهور الرئيس كان مفاجئ لأطراف كثيرة في الجزائر وما منها التلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيونات والصحافة كلهم تفاجأوا بهذا الظهور وقد ظهر ذلك من تعليقات صحفيين يعملون في هذه المؤسسات وأيضا من خلال تواصل مع أصدقاء في التلفزيون أنهم لم يكونوا على علم ولا حتى المدير على علم فجأة حتى صار يتصل بهم الرئيس ظهر الرئيس ظهر لا توجد لديه أي معلومات لأنه لو كانت ظهور هذا مبرمج هل أقل مدير التلفزيون يكون على علم يبدأ يحضر أشياء يحضر تقارير يحضر أمور ظهور مفاجئ لذلك يعني أول حتى لما وسائل الإعلام العالمية تناولت ظهور الرئيس مصدرها حسابه في تويتر هذا رئيس دولة من المفروض ظهوره يكون عبر وكالة الأنباء الرسمية عبر التلفزيون الرسمي حتى لما تتناول القنوات والوكالات يقول كما أظهره التلفزيون الرسمي وليس على حسابه الشخصي في تويتر نحن لا نقلل من شأن تويتر الرئيس الأمريكي استعمل تويتر في كثير من القرارات يعني ما هكذا ولكن هذا في وضع معين لما كان الرئيس أحيانا يغرد على تويتر لما كنا ننتقده عادي جدا لأنها وسيلة إعلامية ووسيلة تواصلية كبيرة ممكن يستعملها الرئيس يمكن يستعملها أي كان ولكن بهذه الطريقة وفي ظل هذه الظروف أعتقد بأن الأمور ليست على ما يرى إذن ظهور الرأس كان مفاجئ ولم يكن محسوب له ولا كان ينطرف على ما أعتقد في أكثريتهم لم يكونوا على علم بأن الرئيس سيظهر لذلك ظهرت الارتجالية في تناول الحدث بالنسبة إلى وسائل الإعلام ومنها التلفزيون الحكومي واضح جدا أن التقارير أعدت مباشرة بعد ظهوره وبطريقة الصدمة ولحظنا كيف تناولته صفحة رئاسة الجمهورية من المفروض ظهوره في تويتر يوازي مباشرة ظهوره في صفحة رئاسة الجمهورية نذكر أنه أول منشور نشر عن مرض الرئيس في 24 أكتوبر 2020 كان على صفحة رئاسة الجمهورية وبعد ذلك تبعتها تغريدة على تويتر وعلى حساب الرئيس ولكن الأمر هذا حدث العكس مما يوحي أن حساب تويتر موجود في التليفون الذي مع الرئيس وأيضا أنه أما حساب رئاسة الجمهورية كما قلنا من قبل أنه كان عند مستشارين إعلاميين مكلفين بالإعلام في رئاسة الجمهورية وبعد ذلك تم استلامه من طرف جهات تابعة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وهذه قلناها من قبل إذن صفحة رئاسة الجمهورية لا هي عند الرئيس لا الرئيس عنده تواصل مع القائمين عليها لذلك فضل الظهور على تويتر وبعد ذلك تم رئاسة الجمهورية أخذتها في البداية من تويتر كرابط وبعد ذلك بدأ النشر الشر في وكالة الأنباء في التلفزيون في صفحة الجيش الوطني الشعبي أيضا تم النشر لكن بعد ظهور الرئيس الرئيس ليس شخص عادي الرئيس له منصب رئيس جمهورية من المفروض ظهوره ليس يكون بهذه الصورة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر